إن شاء الله والقادم أفضل كمان بإذن الله مع جهدكم المتواصل يا أستاذ طارق عندنا كمان بيان محتاجينه من حضرتك أو توضيح أكتر لحقيقة الجهد اللي تم تقديمه حتى لحظة افتتاح كل الأمور الخاصة بالبنية التحتية والملحقات الخاصة بستاد التتش ليس من الخارج فقط ليست المدرجات أو رضية الملعب فقط وإن كان تم فيها شغل كتير عايزين تسلسل القرارات وسياسات العمل المتصلة حتى عبر بعض المجالس السابقة وصولا إلى لحظة تكليل هذا الجهد بكل ما حققته خلال الأيام اللي فاتت استاد التتش أمبرح برضو كان يوم من الأيام السعيدة عندنا في النادي الأهل لأنه كان فيه الافتتاح مش تصحى في حتة غرف ملابس أو خلافه اللي هو المتعلق بكل البنية التحتية لقطاع كرة القدم فيه المدرج نفسه ويمكن كلام ده كنا بنقوله أيام الانتخابات إن فيه مدرج أي لسقوط وفيه مدرج تاني فيه مشروعات معدلية وللإنصاف كعادتنا كنادي أهلي ما بنخلش بحق أي مجلس مجالس سابقة المخطط ده بدأ في مجلس كابتن حسن حمدي كان سنة 2006-2007 اللي هو التجديد الكامل وعمل البنية التحتية لمدرج التتش وكلام ده موصل جواه النادي الأهلي لأنك برضو المهندس سامع علي كامل هو مشهر الهندسي حاليا هو كان مشهر الهندسي في نفس الفترة تم الانتهاء من فترة كابتن حسن حمدي من إنشاء المدرج بالكامل خرصانات وإنشاءات وخلافه اللي هو تقدر تقول إن جزء جبير من الحاجات اللي هي متعلقة بالبنى نفسه الحاجات اللي هي خرصانات وعملتها اشتبات وكده حفوا المقاطعة سيدة طارق لابد أن أتوقف الآن مع حضرتك ومع أستاذ المشاهدين مع فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لاستكمال هذا الحوار مشاهدين أهلا بحضراتكم مرة تانية ونجدد الترحيب بالأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي برحب بحضرتك مرة تانية أستاذ طارق وقبل الفاصل حتى كنت بدأت الحديث عن المرحلة الأولى للترخيص والموافقات وكل العمليات الخاصة بالتعديل والتجديد في أستاذ التتش تانية وضع الحقيقة للأستاذ المشاهدين أن بداية المخطط ده كان أيام مجلس كابتن حسن الحمد اللي هي سنة 2006-2007 بالتحديد يعني أن كان وقتها لو فيه تفكير كامل للبنية التحتية لفريق الكرة وتم التفكير في المدرج ده وبدأ العمل فعالية يعني أعمال خرصانات ويتعملت أيامها وما استكملش ما دخلوش على حتة التشطبات وكده بسبب حدوث صحة 5 عشر اللي مرينا بيها بعد بالضبط يعني اللي أثرت على حاجات كتير جدا وبالتالي ما كانش فيه لا سيولة المالية ولا حاجات كتير تعرخل أنك تتم الكلام ده اللي حصل أن لما جينا وبكرر برضو تاني أن هو كان المشارع الهندسي كان مهانسح سامح علي كامل اللي هو حاليا برضو مشارع الهندسي للنادي الآلية فالملف بالكامل إحنا كنا بنتدوله كمان أيام الانتخابات لأن إحنا كنا بنقول من برنامج أنه هدم المدرج القديم وعمل المشروع اللي هي البنية التحتية في المدرج الجديد تم عمل دراسات في المجلس بتاعنا بدراسة احتياجات فريق الكرة لها من حيث بقاعة محاضرات وغرف ملابس وجمانيزيا مجهز بأعلى مستوى والساونة كل ده ما كانش موجود وساونة وجاكوزي ومغاطس وغرف علاق طبيعي ومكاتب للجهاز الفني والإداري وغرف خلق ملابس للجهاز الفني يعني كل الحاجات اللي هي الأدوات اللي هم بيحتاجوها والإنشاءات اللي محتاجينها جوة الكرة اللي هي برضو عشان تضاهي ما يحدث وغرف العلاج والاستشفاء وكل الجانب الطبي والبدني في العالمية ومخازن وعيادة طبية كل الكلام ده الحمد لله تم خلال الفترة اللي هم موجودين فيها الحمد لله تم إنشاؤه وعمل وتجهيزه وده اللي احنا كنا بنفتتحه مبارح في الافتاح اللي حصل جوه الجزيرة الصور اللي احنا شايفنا على الشاشة يا أستاذ طب آه تمام وفي مراحل على فكرة لسه جاية ان شاء الله لها خاصة بالدور التاني المفروض هيكون فيه غرف فندقية للعيبة نفسها ان شاء الله يعني وقع الطعام وخلافه وفيه برضو عندنا في التخطيط نفسه اللي موجود إن برضو الألعاب الجمعية هيستفيدوا بحاجات متعلقة بالإقامة والكلام ده في الحاجات المتعلقة بالغرف فندقية اللي هتقام معه بجانب الغرف اللي هي المخصصة للفريق الكرة يعني احنا بنوضح مرة تانية بنأكد للسادة المشاهدين حقاك بتقول ما تم خلال الفترة القصيرة الماضية من تجهيز لكل الملحقات الخاصة بستادة تيتش كان فيه حرص على أن يتم قياسا على الأندية الأكبر في عالم كرة القدم أكبر الأندية في العالم في عالم الرياضة وكرة القدم إن يبقى فيه نفس الملحقات اللي عمينه الجزء أصيش إن الحمد لله خلال الفترة يفاد برضو تطوير النجيلة بتاعة الأرضية بتاعة استادة تيتش حاجات كتيرة جدا الحمد لله هو أنت بحافظ على حاجتين التراث العريق للنادي الأهلي كانت تيتش نفسه وجوده وفي نفس الوقت عايز تجدد وتطور فيه فالمعطاءات دي وفي نفس الوقت بتقابلك حاجات كتيرة قوي وده طبيعي متعلقة بترخيص بخلافه بكده كل حاجة أنت بتكون عمل لها بلان ورد جدا هو المشكلة في ورد تأخيرها لكن مشكلتك إنك لو أنت مش متابع الكلام ده فالحمد لله أي حاجة بقى فيها تأخير معين فيه متابعة موجودة لها سواء ده متأخر لترخيص معينة للوازم معينة قد تيجي فيه حاجات بتبقى جاية من بره يعني مستوردة أو خلافه فالحمد لله برضو اللي هو المنظر اللي وصلنا له ده وإن شاء الله برضو دخلين على الأفضل والأفضل اللي هو يليق بالنادي طب المردود صدى هذا الجهد المبذول كان في الافتتاح مع الكابتن الخطيب وعضاء مجلس الإدارة المدير الفني مارتن لاصارتي وكل أعضاء الجهاز الفني والفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي كان رد فعلهم إيه وتقييمهم لما تم في هذا الجزء الحمد لله بصورة بسعادة وصورة مرضية جدا اللي احنا شوفنا بارح وفي نفس الوقت احنا كمجلس الزرط للنادي الأهلي عمرنا ما نبص إن ده جهد مننا أو كده ده الطبيعي لوجودك داخل النادي الأهلي النادي الأهلي دايما بنقول إن هو يليق به إن أعلى من اللي بتعمل فالحمد لله دايما عندنا يقيم في كده بص حيك هو في النهاية وانت بتتعامل وانت بتدير المواطنات دي مرجعيتك إيه فالحمد لله عندك مجموعة من القيم اللي بتحكمك ومرجعيتها هي اللي بتحكم تصرفاتك ففي النهاية الحمد لله سيظل النادي الأهلي هو كده محدش بيدي لنادي الأهلي ودائما خلاج بتقول دائما بصين للأفضل يا سستار بصين للأفضل وشايفين النادي الأهلي يستحق أكتر عشان كده سعف الطموحات ما بينتهيش لإني دا النادي الأهلي